كرعة بطولة غرب أسيا للشباب السعودية 2024 المنتخبات المشاركة سجل الأبطال الموعد الأهمية من إقامة هذه البطولة استعدادات منتخباتنا لهذه البطولة القادمة السلام عليكم ورحمة الله في بداية الفيديو يعني بنقول لحضراتكم كل عام وحضراتكم بخير عيد مبارك عليكم عيد سعيد عليكم أعاد الله علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات وإن شاء الله ربنا ينصر أهلنا المستضعفين في كل مكان خاصة أهلنا في فلسطين في بداية الفيديو أتمنى تكتبولي في التعليقات بتتبعوني من أي مكان بتتبعوني من أي دولة وأيضا قلولي في التعليقات توقعتكم لمن يكون بطل هذه البطولة من يحصد لقب بطولة غرب أسيا للشباب السعودية 2024 وهنرجع للفيديو ده ونشوف مين توقع البطل في المباراة النهائية مين أحرز أو توقع لقب لهذه البطولة صاحب لقب هذه البطولة بعد المباراة النهائية بإذن الله اتحاد غرب أسيا خلاص دخل في الجد وبدأ خلاص يقول لنا أن السعودية هتستضيف بطولة غرب أسيا للشباب النسخة الثالثة في مدينة الطائف والنهار ده بيعلنوا أن البطولة هتكون تحت رعاية الضيار العربية أو شركة الضيار العربية والبطولة هتسمى أو تحت مسمى بطولة الضيار العربية غرب أسيا للشباب السعودية 2024 هتكون في الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2024 يعني خلاص أيام بسيطة وهتبدأ البطولة ومنافسات البطولة السعودية زي ما قلت لك بتستضيف النسخة الثالثة بمشاركة يعني 12 منتخب عندنا 11 منتخب عربي ومنتخب واحد من أوروبا تم دعوته للمشاركة في هذه البطولة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة السعودية والعراق والبحرين والإمارات وعمان واليمن والكويت والسوريا واللبنان والأردن وفلسطين والبانيا البانيا منتخب أوروبي تم دعوته للمشاركة في بطولة غرب أسيا للشباب النسخة الثالثة 2024 بالمملكة العربية السعودية بالنسبة للاتحاد السعودي والاتحاد غرب أسيا أعلنوا أن البطولة ستقام على ملعب ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وملعب نادي عقاز يعني دون الملعبين اللي هتتلعب عليهم البطولة ومباريات البطولة بإذن الله بالنسبة للقرعة الرسمية للبطولة قرعة وجدول المباريات مين هيلاعب مين مين هيكون مع مين في مجموعة غدا بإذن الله موعد القرعة الرسمية لبطولة غرب أسيا للشباب السعودية 2024 السلساء 18 يونيو السلساء 18 ستة 2024 بعد كده هنتعرف بإذن الله على المجموعات وجدول المباريات ونظام التأهل في هذه البطولة 12 منتخب عايزة أقولك إن البطولة مهمة جدا وستحظى بأهمية كبيرة لبعض الأمور ولبعض الأسباب السبب الأول إنها في البطولة في حد ذاتها مهمة جدا ونسخة التالتة وبيسعى اتحاد غرب أسيا لاستمرار هذه البطولة لتطوير الأداء في منتخبات غرب أسيا والمنتخبات العربية تاني حاجة بتحظى بأهمية كبيرة لإنه بيشارك فيها عدد كبير 12 منتخب ومن ضمنهم منتخب أوروبي اللي هو منتخب ألبانيا وبالتالي احتكاك المدارس واحتكاك ما بين المنتخبات بيعطي الفائدة للمنتخبات العربية تالت حاجة ومهمة جدا إنها بتأتي في إطار استعداد هذه المنتخبات للمشاركة في تصفيات كأس أسيا للشباب الصين 2025 زي ما انتوا عارفين وتكلمنا قبل كده إن قرعة تصفيات كأس أسيا تمت بالفعل وكل المجموعات قوية جدا وكل منتخباتنا العربية بتسعى للصعود إلى كأس أسيا للشباب اللي هو من خلاله مؤهل إلى كأس العالم للشباب وأعتقد إن خلاص بعد التعرف على المجموعات كل الناس عرفت الجدول بتاعها وعرفت هتلاعب مين وبالتالي هتبدأ تستعد بداية من بطولة غرب أسيا للشباب لتصفيات كأس أسيا للشباب وبعد كده إن شاء الله اللي يتأهل إلى كأس العالم للشباب لو جينا نتكلم عن سجل الأبطال تلعب قبل كده نسختين زي ما قلت لك النسخة الأولى كانت 2019 وكانت من تنظيم فلسطين فلسطين الحبيبة وكان البطل هو المنتخب العراق والمشاركين في هذه النسخة النسخة الأولى 2019 كان منتخب العراق وفلسطين والأردن والبحرين وقطر والإمارات وفاز بها المنتخب العراقي ده بالنسبة للنسخة الأولى النسخة التانية كانت من تنظيم العراق وفاز بها أيضا المنتخب العراقي فاز باللقب الثاني له واللقب الثاني في تاريخ البطولة سنة 2021 كان بيشارك في هذه النسخة التانية العراق وفلسطين واليمن والبحرين والكويت والسوريا والإمارات والأردن واللبنان ده بالنسبة للمنتخبات اللي شاركت في النسخة الأولى والنسخة التانية واللقب كان من نصيب المنتخب العراقي وسود الرافدين يا ترى مين هياخد اللقب الثالث ده اللي هنعرفه إن شاء الله زي ما قلت لك في أول الفيديو كتب لي توقعاتك مين ياخد لقب هذه البطولة بالنسبة لكل المنتخبات دلوقتي بتستعد لهذه البطولة بتستعد للمشاركة في هذه البطولة كل مدير فني دلوقتي بيفكر في الأسماء بيفكر في التشكيلة بيفكر في القائمة النهائية اللي هيتم إعلانها خلال الساعات القادمة للمشاركة في بطولة غرب آسيا خلاص القرعة باقي عليها ساعات فقر وبالتالي الأجهزة الفنية والمديرين الفنيين بدأوا يفكروا الوقتي في التشكيلة الأساسية والقائمة اللي هتلعب بها البطولة عايز أقول لك على سبيل الذكر يعني النهاردة المنتخب اليمني للشباب بيستعد هو والمنتخب السعودي للشباب لمباراة إن شاء الله وديه غدا السلساء 18 يونيو مباراة هتكون استعدادية للفرقتين للمشاركة في بطولة غرب آسيا وكان اللعب ومباراة من يومين اليمن والسعودية ولكن كانت عبارة عن مباراة تطبيقية أو تدريبية عبارة عن ثلاثة أشوات بالاتفاق ما بين المديرين الفنيين وانتهت النتيجة اتنين مقابل لشيء لصالح المنتخب السعودي كان ضيع ضرب الجزاء لعب المنتخب اليمني أنور الطريقي وكان أحرز المنتخب السعودي هدف عن طريق ضرب الجزاء وهدف تاني بعده بدقيقتين فقط وبالتالي دي المباراة التانية ولكن هتختلف نظامها عن المباراة الأولى لأنها يلعبوها نفس المباراة الرسمية 45 ديئة و45 ديئة أيضا التغييرات هتكون محدودة وبالتالي المدير الفني للمنتخب السعودي والمدير الفني للمنتخب اليمني أكيد حط ييده على التشكيلة المناسبة للمباراة الرسمية التانية أو المباراة الودية التانية اللي هتكون قبل بطولة غرب أسيا مباشرة وفي نفسي يوم القرعة اللي هو السلساء 18 يونيو أنت هنا كمتابع للسعودية واليمن توقعاتك لمباراة غدا بإذن الله أيضا المنتخب العراقي بيستعد بقوة ولعب مباراة الودية للمشاركة في بطولة غرب أسيا للشباب كل المنتخبات أعتقد المنتخب العراقي وحامل اللقب للنسختين الأولى والتانية وبالتالي هو مرشح بقوة المنتخب السعودي أيضا مرشح بقوة نظرا استضافته للبطول على أرضه وسط جمهوره أيضا المنتخب اليمني المنتخب الأردني كل المنتخبات إن شاء الله هتكون في منتهى الجاهزية لهذه البطولة وإحنا هنا كمتابعين وكمحبين للرياضة نتمنى أن يكون في منافسة قوية ويكون أكتر من المنتخب بيؤدي أداء جيد عشان نستمتع بهذه البطولة بطولة غرب أسيا للشباب النسخة الثالثة السعودية الفين أربعة وعشرين في آخر الفيديو أتمنى تعملوا لايك للفيديو اشتراك في القناة ومشاركة في الجروبات الرياضية غدا بإذن الله نطلع معكم في فيديو تاني نقول لكم على نتائج القرعة وجدول المباريات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته